بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين هذه الومضة من ومضات الإعجاز هذه المرة مع خواتم الآي والفواصل وهذا علم خاص قائم بذاته خاتمة الآية وفاصلتها يعني آخر ما ينطق به في الآية هذه كثير من الناس من غير المختصين يظنها يعني كلمة جاءت هكذا تتمة للكلام أو ربما اعتباطية أو شيء من هذا حاشا وكلا المختص إذا ما دقق في هذا سيجد أن فيها نوعا من الإعجاز العجيب سأضرب مثالا مع قصة هذه القصة تذكر أن أحد القراء استحب مع قافلة في سفر وكان هناك أعرابي ربما كان يسوق له الجمل كان جمالا فكان القارئ يقرأ فوصل إلى آية المائدة والسارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم في المائدة ماذا قرأ القارئ؟ قال هكذا والسارقة والسارقة فاقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم الأعرابي لم يكن قارئا ولم يكن حافظا كان أميا ولم يحفظ كتاب الله تعالى فانتبه إليه قال ما هكذا قالوا كيف عرفت؟ قال عد اقرأ فراجع نفسه فوجد أن الآية عزيز حكيم بدل من غفور رحيم قال لو كيف عرفت؟ كان يفكر في المعنى أعرابي أصيل يفهم العربية قال له ماذا؟ عزه فحكم فقطع عزه فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع في هذا الموضع هذا موضع عزة وحكمة ليس موضع غفران وهذا كثير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى وهناك أشياء كتب وتهتم بهذا كثيرا الآن مثال آخر كان يشتبه علي على العبد الفقير حينما كنت طالبا وحينما كنت أقرأ القرآن كنت أقرأ هذه الآية ولا تكره فتياتكم على البغاء إن ردنا تحصن هذا إنسان مجرم يكره الفتاة المسكينة على البغاء على الزنا من أجل أن يرتزق وهي تريد التحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم مجرم يتاجر بالأعراض ثم تختم الآية بقوله غفور رحيم هذا الحقيقة قبل أن أبحث فكنت أتأولها أقول ربما هذا كان في عصر الجاهلية والآن القرآن يريد أن يفتح صفحة جديدة عفى الله عما سلف وهذا احتمال وارد ولكن حينما تأملت هذه الآية جيدا وعدت إلى كتب التفسير وجدت أن هذه الخاتمة لهذه الآية لا تعود على ذلك المجرم الذي فعل هذا إنما تعود على هذه المسكينة التي أكرهت على هذا الأمر وهي لا دخل لها فالله غفور رحيم لها حينما أكرهت على هذا الأمر وإن كان الاحتمال الأول واردا لمن تاب وهذا من سر إعجاز القرآن حيث يحتمل احتمالات وكل احتمال منها له فائدة تحمل على محمل حسن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين